يوضح آخر التطورات في صفقات الأهل الجديدة محلياً وأفريقياً ده تقرير خبر مقتضب من الموقع الرسمي للنادي الأهل يا بشمونس بص يا سيد أبراهيم عندي مشكلة كبيرة الناس عايزة تفاصيل وعايزة زي ما يكون انت في الصفقات اللعبة دي حاجة ما بتفتح درجة بتنق منه وبتقوله تفضل عليك كذا أو ليك كذا الأمور ما بتسيرش على هذا النحو ومن ثم موضوع الصفقات وتحركاتنا هي ملك للنادي الأهلي إلى أن تتم كما أيضاً أن من حق الأندية الأطراف صاحبة اللعيبة اللعيبة موجودين في أندية لازم نحترم حقهم طبعاً ما ينفعش أننا اللي أعلن يعني ما يجي أقول نادي الفلاني وافع لا هو اللي يقول وافق النادي على عرض النادي الأهلي بترك هذا الأمر تماماً وخصوصاً مع المؤسسات المنضبطة قوي زي مؤسسات الجيش والشرطة ما ينفعش أن يطلع يتقال الناس بتطالبني عملتوا إيه عملتوا إيه عملتوا ما ينفعش دي تفاصيل أن أنا أتكلم فيه ولكن بطبيعة الحال خلاص التفاصيل كلها مذكورة والناس عارفة يعني رصدونا وصورونا وإحنا في في هذه المؤسسات فما نقدر شيء ما نقول شيء إن إحنا كنا بنا تواصل ومستمرين في هذه الملفات ولسه كنت بقولك إن المهانس محمود طاهر يعني قال لي كامل الملفات اللي معاك وانهيها وفيه اتصال مستمر مع المهانس محمود طاهر والكابتن طاهر الشيخ والمهانس محمد عبدالوهاب فيه ماذا يحدث ومع طبعا جهاز الكورة وكابتن هادي وكنا يعني مجتمعين صباح الأمس عشان نراجع آخر التطورات وآخر التحركات اللي تمت بالأمس واللي حتم بعد كده فيه خبرتاني تحت تسألني فيه برضو الطلاعي يقرر بيع أيمن حفني الرمورة بعد بقى ها الطلاعي بيقرر بيع أيمن حفني خارج مصر وجبور وليام جبورو يوقع لختاف الأسباني بعد حرماني من اللاعب داخل مصر وبعد أيمن حفني الأهل بيضم خالد أمر لعب الشرطة رسميا بحسب المواقع الحقيقة في الحقيقة كان فيه زيارة تمت يعني أنا تسلمت المفاوضات في عدة مراحل وتم التصعيد إلى أننا وصلنا مرحلة والمؤسسة العسكرية لها مراحل في اتخاذ القرار لما وصلت مرحلة النهائية موجودة في مستوى الأمانة العامة في جازر رياضة فأصبح لازم يكون فيه مستوى برضو مسؤول لأن كان وقتها النادي الأهلي بمجلس دارة أشرف على انتهاء يعني مدته وهيسلم الانتخابات لمجلس جديد فرح الكابتر الخطيب أعدت له أنا معاد مع سيدة اللواء محمد فريد حجازي الأمين العام وحصل حوار وكل طرف قال تصوره والكابتر الخطيب قال له طب إحنا قدراتنا ومشاكلنا وكان هناك يعني وعد بالتفاهم لما جاء المجلس الجديد كان ينبغي أن يقوم أحد مسؤولي المجلس الجديد برضو بتدعيم التصور ده مش بالتحرك من الفرار خلاص احنا اتكلمنا والمبدأ كان موجود توجه بالأمس المهندس محمد عبدوهاب إلى طلاع جيش كان مفروض أن أنا أصحبه لكن كنت يعني جالت تكليف آخر في اللحظات الأخيرة فراح هو قابل والجيش والشرطة سهد بالله أستاذ براي فراح المهندس محمد عبدوهاب وقابل مجد الوزي رئيس النادي ورجع لي بنفس الكلام اللي احنا ماشيين فيه طبعا بعض الوسائل الإعلام كتبت انتهاء صفقة كذا مع المؤسسات المضابطة قوي دي ما ينفعش زي ما قلت لك ان احنا أو يطلع أي تصريح وماعتقدش التصريح صدر من جانب النادي الأهل ان الموضوع انتهى ولكن ما انزكرة انتهاء صفقة فلان فلان ربما الناس استنتجت انا والمهندس محمد عبدوهاب والمهندس محمد وانا رايحين اطلاع ان احنا رايحين نخلص يعني فكتب هذا الامر في بعض وسائل الإعلام فالصبح النهاردة صحيت لقيت ناس بتقول لنا فيه بيان بان بالاعتذار كمان من ضمن المهمة كان المهندس محمد عبدوهاب يعني اجتماعنا مع الجهاز الفني وقالوا اولوياتنا والفلوس اللي عندنا مش هتقدر تخلينا نقدر نجيب وليام جيبور وايمن حفني مع بعض فأولوياتنا دلوقتي في ايمن فالمهندس محمد عبدوهاب نقل هذا الكلام طبعا الى مجد اللوزي لكن طلع جيش اصدر هذا البيان هل صدر هذا البيان مؤكدا ولا لا نمر اثنين هل ده معناه غلق الملف ولا ممكن في جوالات اخرى لازم نستكشف هذا الامر وصفة نقوم بكل ما يمكن ان احنا يعني ننقذ هذه الصفقة لكن في كل الاحوال احنا نكون الاحترام لكل الاطراف ومن حكب في ماله في مازاله بالتأكيد يد الاهلي رمز الانتصار زي ما المهندس عاد لأشر لكم في مستهل الحلقة انه عاد الاهلي بالانتصارات وعاد لفرح